بالليل في احد القرى المعزولة وفي احد البيوت اليوم بيكون اول يوم في فصل الصيف والساعة دلوقتي اصبحت 12 منتصف الليل وفيه زوجين اتحبسوا في البيت على ايد سفحين مقنعين والبيت ده فيه ناس كتير يسكنوا فيه ولكنهم كلهم اتقتلوا بسبب التقوس اللي بيعملها السفحين دول وبيقتلوا البشر وبيقدموهم للشيطان وبيعملوا كده عشان يحموا قريتهم وعائلاتهم من الالم والمعاناة والموت واللي بتنفذ التقوس اسمها ضيانة وبعد ما السفحين اتبعها ما قتلوا الزوجين كده ضمنوا الامن والامان هنا لمدة سنة والتقوس ديه لما بيتم تنفذها لون الامر بيتحول للأحمر وبعد سنة القرية الصغيرة المعزولة ديه بتبان دايما انها قرية هادية وجميلة ولكن سرهم المظلم مميت وبتوصل عربية لعائلة من المكسيك جايين للقرية لأول مرة عشان يقضوا الأجازة وكمان قرروا انهم هيعيشوا هنا طول الوقت ووصلوا للقرية وعلى حظهم السيء انهم وصلوا في أول يوم من فصل الصيف والساحرة دايانا مستنياهم عند بيت سولت اللي بتقتل هي والسفق حين اي حد يسكنوا والعائلة وصلت اخيرا وبابتسامة كدابة بترحب بهم دايانا ووصفت البيت ده انه بيت السعادة وبتحسدهم كمان على حسن اختيارهم للبيت والقرية ديه والعائلة مكونة من أب وأم وأخين والأخين وهم بيجيبوا الشنط حاسين ان دايانا بتتصنع الفرحة وانها وراها سر مظلم هي وباقي القرية الهادية ديه وبالصدفة شافوا السفاح المقنع وسلموا عليه وهم مش عارفين حقيقته ولكن عجبهم قناعه وهو سلم عليهم لان الروح العيلة ديه هتحمل قرية كلها لمدة سنة والأخين حاسين ان البيت ده قد يكون بداية كويسة ليهم ولما دخلوا للبيت عجبتهم كل حاجة وحصوا بالراحة ولكن لما شافوا الساعة القديمة اللي صوتها علي ومزعج اتدايقوا وحاولوا يطلبوا من دايانا انهم يشيلوها ولكنها للأسف رفضت لان صاحب البيت اللي هم مقجرينه بيعتز بالساعة ديه جدا وما بيحبش من اي حد انه يشيلها من مكانها ورغم ان الام كاميليا حاسه ان الساعة ديه هي علامة للشر ولكن دايانا طمنتها وقبل ما تمشي تمنت لهم ليلة سعيدة وهادية وقبل ما تمشي عزموها على الغدى عشان يتعرفوا عليها اكتر وكمان سألوها عن العمال اللي معهم باقي حاجات القيلة وهم مستغربين انهم لسه ما وصلوش واعتزرت ديانا ليهم وتقول اكيد هم تأخروا بسبب زحمة الطريق مثلا ولكنها هتكلمهم وهتعرف هم فين وكاميليا هتروح للسوق عشان تجيب اكل للغدى النهاردة ووصلوا للراجل ولما عرف انهم هم اللي سكنوا بيت سلت خاف وقال لهم ان البيت ده شرير ولسه كان هيحكي لهم قصة السفة حين ولكن اتنين من اهل القرية ظهروا وما قدرش الراجل انه يتكلم والام وابنها قال انين ولكن الاتنين الستات طمنوهم لان الراجل ده مجنون وبيتفرج على افلام رعب كتير شكله كده وقريتهم امنة وكل الناس هنا عايشين بسعادة وقلقت كاميليا وابنها ولكنهم مشيوا والستات زعقوا للراجل وقالولو انهم بيدلوا فلوس كتير في مقابل الاكل والشرب وكمان في مقابل انه ما يتكلمش ولا يحكي تاريخ القرية المرعب ولو عمل كده تاني او بس حاول هيقتلوه واعتذر الراجل وهو طبعا مش عايز يموت ولما رجعت الام وابنها للبيت الاب ميجيل خاد العربية عشان يروح يقدم نفسه لشغله الجديد ومركو اللي كان مع امه في السوق بيحكي الاخوه خفير عن اهل القرية انهم كلهم زي ضيانة بيحاولوا يتصنعوا انهم فرحنين بيهم ولكنه مش حاسس بكده واكيد بسبب ان القرية معزولة ومحدش بيدخلها فالناس هنا ما بيعرفوش يتعاملوا مع الناس الجديدة ولما رجع الاب لبيته بيلاقي راجل ظهر وسلم عليه واسمه دان وهو جاره اللي ساكن جنبه وبيرحب به في القرية وبيحسده وهو كمان لانه اختار بيت سولت المميز وخصوصا كمان في فصل الصيف ودان طلب من ميجيل انه لو احتاج اي حاجة فهو لازم يطلبها منه لانه محدش عارف ميجيل خالص هنا في القرية غير دان والساحرة ضيانة وضيانة في بيتها بتتفرج على افلام السفحين ومستنيها الليل يحل عشان التقوص وكمان هتكلم كل السفحين الستة انهم يحضروا نفسهم لان عيلة ميجيل وكاميليا هم اللي هيقدموهم للشيطان وهي هتروح تتغدى مع العيلة وهترعبهم لانها شكة انهم مثلا اكتشفوا حقيقة القرية وبيفرح ميجيل مراته كاميليا لانه تقابل في الشغل الجديد والحياة كده بدأت تضحك لهم وميجيل هيعود كل عيلته عن الوقت اللي المشاكل كانت بتحصل كتير بينهم ومازالوا مستغربين ان عمال التوصيل لسه ما وصلوش للبيت كل ده وحاسين ان ضيانة مثلا نسيت تكلمهم ووصلت ضيانة لبيت عيلة ميجيل وكملت تمثيل وبتضحك ويا فرحانة بالعيلة الجميلة السعيدة وانهم كمان نوروا القرية كلها وسألها ميجيل على عمال التوصيل وقالت له انها تكلمهم دلوقتي وعملت نفسها بتكلم حد وان السواق ضل الطريق وهيوصل لهم بكرة الصبح وده طبعا لو عاشوا للوقت ده لانه مفيش عمال هيوصلوا خالص وقعدت ضيانة مع العيلة واستغربوا من كلامها الكتير عن الموت وقالت لهم انها ما بتخافش منه لانها مش هتموت اصلا وهم بيتحكوا وفاكرينها بتهزر وطمينت ضيانة ان محدش فيهم اكتشف حياة القرية وكده هم بالليل هيكملوا الطقوس عادي جدا وفي امان وفيه اتنين من السفاحين الستة مش هيستنوا لحدا ما الليل يحل لانهم عايزين يعزبوا عيلة ميجيل الاول قبل ما يقتلوهم وهيعزبوا في العيلة دي الاول عشان السفاحين اللي اتنين دول بيستمتعوا بالقلم ورغم ان قرارهم ده هيدايق باقي السفاحين بس هم ما هتموش والليل بدأ يحلوا والاب والام ومركو نامو وما فيش غير خفير بس اللي لسه صاحي والاتنين السفاحين وصلوا للبيت وهدفهم هو قفل كل الابواب والشبابيك على العيلة عشان يحبسوهم ويمنعوهم من الهروب والسفاحين هينفصلوا عن بعض عشان ينهوا المهمة بسرعة والمطعة الخاصة بيهم هتبدأ والسفاح الاول رايح يقفل الباب الخلفي ولكن الاب صحي والسفاح استخبه بسرعة والاب ما خدش باله وحس انه بيهلوس فنام تاني والسفاح بكل هدوق قفل اول باب بنجاح ولكن خفير لاحظ ان في حد بيتحرك برا البيت والسفاح التاني استخبه بسرعة هو كمان وخفير بص من الشباك وملقاش حاجة ولكنه قلقان وحاسس ان في حد مرقبهم وكمان حاسس ان في حاجة غلط بتحصل او هتحصل وقفل ايش شباك ومشي والسفاح بالقفل هيقفل ايش شباك للابد وخفير لاحظ كده ان كل الابواب والشبابيك مقفولة فراح للمطبخ عشان يدور على اي سكينة للحماية ولكنه ملقاش حاجة لان العمال من الصبح لسه موصلوش وحاس خفير ان البيت ده هو فخ وهو وعلته قدامهم ليلة مرعبة ولكن خفير لقى انه فيه باب تفتح فخرج عشان يتطمن ويعرف من اللي مرقب البيت وما خدش باله من السفاح اللي معدي من وراه ولا خد باله من السفاح اللي دلوقتي بقى في البيت ولما دخل خفير للبيت بينادي على ابوه عشان يصحيه ويقول له على اللي بيحصل ولكن السفاح ظهر وضرب خفير واغم عليه والتنين السفاحين هيربطوا العيلة دي عشان يعذبوا فيهم وهياخدوا بالهم طبعا من خفير المغم عليه والساعة دلوقتي 11 وفاضل نص ساعة وبقى الاربع سفاحين هيوصلوا وده عشان ينفزوا قد تقوس الساعة 12 في منتصف الليل عادي جدا وزحي خفير من الاغماء وبصعوبة قدر انه يفك الحبل اللي رابط ايده ولقى واحد من السفاحين بيقرب عليه فاضل له وضربه والفاس وقع من السفاح واخده خفير وقتل السفاح الاول وحاول يهجم على السفاح التاني ولكنه هيرب بسرعة عشان يروح يقول لبقى السفاحين وراح خفير عشان يحرر قيلته ويعرفوا هيتصدوا ازاي للسفاحين دول خصوصا ان الباقيين هيوصلوا قريب لانه لاما السفاحين هيقتلوهم لاما هم ما إلا هيقتلوا السفاحين ويقول خفير ان ضيانة اكيد هي اللي وقعتهم في الفخ ده من الاول وخصوصا انه شاكك فيها من ساعة كلامها المستمر عن الموت والابواب والشبابيك مقفول عليهم وحتى لو لو ما كان يهربوا منه فهم مش هيعرفوا يخرجوا من القرية ولا حتى هينجوا من السفاحين لانهم هيوصلوا في اي وقت وفعلا السفاح اللي هرب راح قال لباقي الاربع سفاحين ان واحد من السفاحين العيلة قتلته وهم عرفوا الحقيقة هودان مع السفاحين والدايق لانه بسبب تهور واستهتر السفاح ده هو كده ممكن يبوص كل التقص عليهم ومقدرش دان انه يسمحوه على غلطه وامر باقي السفاحين انهم يقتلوه وكلهم حضروا نفسهم مع ادواتهم عشان ينتقموا من عيلة ميجيل لقت لهم لسفاح صديقهم وكمان مش فاضل غر نوس ساعة بس على التقص وماركو هو بيرائب لقى السفاحين الاربعها وصلوا والعيلة قفلت كل المداخل الباقية اللي ممكن عن طريقها السفاحين دول يدخلوا للبيت ولكن دان بينادي على ميجيل وبيقولوا انه لو فتح لهم الباب هو كده مش هيئزيهم ولا هيعزبهم هو بس مع السفاحين هيقتلوهم بسرعة وهيخلصوا التقص ولكن لو ميجيل ما فتحش الباب فالسفاحين مش هيتعاملوا معهم بالرحمة وهيعزبوهم وهيقتلوهم ومحدش هيمنعهم عن تنفيذ التقص واحد السفاحين هو اخو السفاح اللي العيلة قتلته وعايز ينتقم لاخوه ولكن خايف بسبب ان العيلة دي قتلوا واحد منهم وده لاول مرة يحصل معاهم على مدار كل السنين اللي فاتت اللي كانوا بينفزوا فيها التقص والوقت بيمر بسرعة والسفاحين قسموا نفسهم لمحاولة دخول البيت بسرعة ولكن العيلة اصابت اتنين من السفاحين وهربوا وكده مش باقي غير دان واحد بس وضيانة مش عارفة اللي حصل في البيت ومهتمة بس انها تجهز رداء الساحرة للوصول للبيت وتنفيذ التقص وعيلة ميجيل ابضوا على سفاح وكمان ابضوا على دان اللي عمال بيقولهم لو ما سلمناش التضحيات الشيطان هيظهر ولما الشيطان هيظهر هيقتلنا كلنا ودان والسفاحين وضيانة بيعملوا كده لحماية القرية من الالم والحزن والموت واخر معاد هو الساعة 12 منتصف الليل ودانة خبطت على الباب عشان يفتح لها السفاحين وتفاجئت لما لقيت كاميليا هي اللي فتحت الباب ومش هتعرف تهرب لان خفير وراها بالفاس وهيدخلها معاهم وده عشان يشوفه طريقة معينة لإيقاف الشيطان بدون تضحيات ولكن ما فيش طريقة ولا حتى فيه وقت لان الساعة بقت 12 خلاص وبما ان الشيطان ما خدش التضحيات فظهر عشان يقتل الكل ومحدش هيقدر يهرب ولا حتى هيقدر يتحرك والشيطان جاي ومعاه الموت والألم ولكن بما ان كاميليا اهم حاجة عندها هو حماية عيلتها فعملت اتفاق مع الشيطان بالدم وهتسلمه ضيانه ودان والسفاح التاني في مقابل انها هتخدمه وهتقدم له التضحيات كل سنة ومش هتمشي من القرية وفي المقابل الشيطان مش هيقدر عيلتها ووافق على الاتفاق والتقص نجحت وبعد سنة القرية ما زالت تبدو انها آمنة والنهاردة هو اليوم اللي هيتم فيه تسلم التضحيات الجديدة للشيطان وكاميليا بتقدم اضيوف الجداد لبيتهم الجديد اللي طبعا وصفته ببيت السعادة ولكنه في الواقع هو بيت الالم والموت ومعجبش الناس برضو الساعة ولكن كاميليا طمنتهم لانها هي وعيلتها برضو لما كانوا هنا الاول مرة من سنة حسوا بنفس الاحساس وقالت لهم انهم هيتعودوا عليها واجمل حاجة في الساعة دي هي لما الوقت بيبقى 12 منتصف الليل وديه نهاية الملخص يا شباب وفي الوصف هسب لكم روابط لمزيد من الافلام